وحوش المنش كما جارت العادة المصريين جبابرة والله ما شاء الله حاجة تفرح عندنا تاريخ طويل جدا في عبور بحر المنش والقناة الانجليزي كده زي ما الانجليزي حبوا يسموه يعني اخيرا وليس اخيرا هتلاقي بعثتنا المصرية واللي متواجدة في مدينة فالكستون فالكستون دي جوه مقاطعة كانت بالمناسبة اه شايفين السنوء اهم 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 طيب مسيح اني لهم حاجة تفرح اللي انا شايفه ده محمد الحسيني صح ولا ايه لان انا الحقيقة قابلت محمد مرتين هنا هو وكان جاي الكريم رمزي وكان اكتشاف رائع بالنسبة لي طيب بص بقى البعثة المصرية عملت ايه البعثة المصرية تحقق رقم جديد في عبور بحر المنش ليه ولادنا اصحاب الهمم وفي زمن قدروا اتناشر ساعة ودقتين اللاعبين اعضاء البعثة استطاعوا عبور المنش والتحقيقة هذا الانجاز الجديد اللي بيوضاف لسجل حافل من الانجازات المصرية وسجل حافل حقيقي في مسألة عبور المنش ده بمشاركة كل من سبحنا البطل محمد الحسيني من اصحاب الهمم متنازمة داون سبحنا البطل احمد اسامة سبحتنا البطلة شيرويت حافظ وفيه كمان اتنين سباحات المانيات ولكن بقيادة كابتن خالد شلبي السباح العالمي وانا لو انا متذكر مضبوط فبردو كابتن خالد شلبي كان احد هؤلاء الابطال الذين عبروا المنش في مرحلة سابقة اشتركوا في القناة